اهلا بكم في حلقة اليوم من بريد القاهرة نتابع من خلالها أبرز القضايا والملفات والأخبار التي تحدث في مصر على شاشة الشرقية نيوز من خلال بريد القاهرة معي أنا كريمة الحلفوي نبدأ بأبرز العنوين الخاصة بحلقة اليوم حيث نتابع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة تأتي في ظل توترات إقليمية فإلى أي مدى تؤثر هذه التوترات الإقليمية على الأمن الإقليمي والقومي المصري نتابع في ملفات حلقة اليوم إطلاق استراتيجية بناء الإنسان كيف لكل الجهات الفعلة سواء الرسمية أو الأهلية أن تعزز تنفيذ بنود هذه الاستراتيجية ونتابع كذلك في حلقتنا مدينة شرم الشيخ واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية بمواصفات تحافظ على البيئة ومن بين ملفاتنا كذلك نتعرف على فيلم رفعت عيني للسماء وبعد حصوله على جائزة أفضل عمل تسجيلي في بهرجان كان ينافس هذا العمل من جديد ولكن هذه المرة في مهرجان شيكاغو نتعرف كذلك على خبر هام وطريف في الوقت ذاته وغريب وهو محاولة أحد السياح لدفن رفاة ولكن داخل معبد أبي سنبل في أسوان هذه الموضوعات وغيرها من الأخبار نتبعها معا ابقوا معنا أهلا بكم إلى تفاصيل حلقة اليوم نبدأ مع أولى ملفاتنا انتصارات أكتوبر المجيدة تأتي في ظل توطرات إقليمية تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي والإقليمي المصري هذه الاحتفالات الخاصة بانتصارات شهر أكتوبر تتزامن مع توطرات إقليمية كبيرة نتعرف على أبرز هذه التوترات وإلى أي مدى تؤثر على البعد الأمني القومي المصري من التاريخ العشكرية سوف يتوقف طويلا بالفحص والزر أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73 هنا تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب وابتياح أفض برليف المنيع الذكرى الحادية والخمسون لنصر أكتوبر تأتي في أجواء يشهد الإقليم اشتعالا على الجبهات كفة لكن الدولة المصرية حرصت على أحياء تلك الذكرى بتكريم أبطالها وشحن الهمم لأحياء روح الانتماء بين الأجيال وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن ذكرى النصر نرصد معا أبرز التحديات الإقليمية التي تحدق بالدولة المصرية بسبب حدودها الملتهبة خاصة مع تطورة الأوضاع في لبنان شهدت الأحداث تصاعدا ألقى بظلالها على الدور المصري وأكدت مصر استعدادها للتعاون مع الأطياف كافة الوصول للتهدئة وعلى موقفها الراسخ حيال منع التصعيد وعدم اشتعال المنطقة بحرب إقليمية بعد أن امتد الصراع ليشمل جنوب لبنان وما تبعه ذلك من تهجير لسكان الجنوب وجرت عدة لقاءات على مستوى الخارجية المصرية لتأكين على الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في أقرب وقت بالتزامن أحيط نصر ذكرى حرب أكتوبر والانتصار اتسعى الدولة المصرية للتذكير بتلك الملحمة وترسيخ قيم الانتماء بين الأجيال الجديدة أنه قد أصبح له درع وثير وفي ظل احتفالات شهر أكتوبر أجرينا هذا اللقاء مع واحد من أبطال حرب أكتوبر ممن شاركوا في أسر عدد من الجنود الإسرائيليين وكانت له خطوات ثابتة وهمة خلال واحدة من أبرز المعارك وهي معركة نفيشة في مدينة الإسماعيلية آنذاك واستطاع أن يقوم بإجبار أريل شارون على التراجع عن خط القتال خلال هذه الحرب وهو اللواء فؤاد فيود وهو أحد أبطال حرب أكتوبر والمسشار بأكاديمية ناصر العسكرية سيدة اللواء فؤاد فيود أحد أبطال حرب أستاذ من أكتوبر ومسشار بأكاديمية ناصر العسكرية أهلا بحضرتك معنا أهلا بك يا فندم وأهلا بشعب مصر العظيم وقيادات السياسية العريقة وجيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر بخير وصحة وسعادة سيدة اللواء ونحن نحتفل هذه الأيام بذكرى ناصر أكتوبر ما الرسائل التي يجب أن نوجهها للشباب خلال هذه المرحلة الرسالة التي أريد أن أوجهها للشباب هي عظمة الشعب المصري إزاي عظمة الشعب المصري؟ أما حصلت النكسة سنة سبعة وستين عبد الناصر الرئيس عبد الناصر طالع بيقول إيه؟ بيتحمل المسئولية كاملة بيقول أنا بنتنازل عن الحكم لأخي وصديقي زكريا موحي الدين وأنا متحمل المسئولية كاملة طب الشعب المصري قال له إيه؟ قال له لا افضل في مكانك الشعب المصري يقول لعبد الناصر لا أهو انتصر الشعب وعاد عبد الناصر انتصر الشعب وعاد عبد الناصر ولم نكن له كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون وإنما قلنا له انطلقوا بنا لإعادة البناء واسترداد الأرض والكرامة إنا معك مقاتلون إذن نتحدث عن معركة من أهم المعارك وهي معركة رأس العشو والتي كانت نقطة فاصلة في حرب أكتوبر يوم واحد يوليا معركة رأس العش قوات سعقة سريد سعقة تصدت ليهم المعركة تستمر سبع ساعات سبع ساعات ومدق 36 من القتلى والجرحة وثلاث دبابات مدمرة و11 مضرعة بعد عشرين يوم بالزبط يعني إيه؟ يعني القوات المسلحة ولم تسقط بورفؤاد لأن رأس العشي ما سقطتش طيب نيجي بقى يوم واحد وعشرين أكتوبر سنة 1967 يعني في سنة النكسة ده عيد القوات البحرية ليه عيد القوات البحرية؟ لتدمير المدمرة إيلات قدام بورسايد تدمير المدمرة إيلات ودارة حرب الاستنزاف بعد 67 بقى حنيجي الفريق عبد المنع مرياض كان قائد الجبهة الأردنية فلما ريجي جيه مصر كانت المدفعية كانت بتشمل للمدفعية الميدان والمدفعية المضادة للطائرة فصل مدفعية الميدان بقت لوحديها وعمل الميمطاه ده اللي هي الدفاع الجوي الصواريخ طيب أما الفريق عبد المنع مرياض درج الدماغ هيلة فعمل يوم 8 أكتوبر يوم 8 مارس عمل قصفة مدفعية على الدفاعات الإسرائيلية مركزة جدا تاني يوم 9 مارس طالع علشان يشوف نتيجة الضربة دي أما طلع يشوف إسرائيل لا لحظوا أن فيه قيادة فلسان نقطة لسان التمساح لسان بورت أوفيق ضربت على الشهيد عبد المنع مرياض استشهد الشهيد عبد المنع مرياض يوم 9 مارس فده بنحتفل بيوم الشهيد صحيح طيب نسيب طارو لا ده الرفاعي ونوح ينوح ورجعي عطية يوم 19 إبريل احسبي كده من 19 إبريل لتسع مارس يوم الأربعين ده دخل يوم الأربعين على النقطة لسان بورت أوفيدي اللي طلعت الدانة اللي قاتلت عبد المنع مرياض ودبحوا 44 إسرائيلي فيها دبحوه ونسفوا المخازن اللي جواها ورفعوا العالم المصري وجابوا أسير إسرائيلي ورجعوا حتى مح ينوح ورجع متصاب في العملية دي بس إذن مصر لم تستكين نعم سيادة اللواء بالتأكيد هناك العديد من الدروس المستفادة لكن أبرز هذه النقاط في وجهة نظر حضرتك مع تلاحق هذه الأحداث والتفاصيل المتلاحقة والمتواصلة في معارك نصر أكتوبر الشعب اللأم اللازم دي عايز أكمل 30 يونيا فيه 30 يونيا بتاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم الدنيا اللي كانت فوضى فيه 30 يونيا قبل منه عيد قوات الدفاع الجوي ليه عيد قوات الدفاع الجوي لأن في الأسبوع ده قطعنا زراع إسرائيل الطويلة في القوات الجوية اللي كانت بتضرب بحر البقر وتضرب نجا حمادي لا ضمرنا لهم عدد كبير من الطيران في الأسبوع ده فسمي سموهم أسبوع تساقط الفنتوم أو أسبوع تساقط الطائرات يوم 30 يونيا سنة سبعين عيد قوات الدفاع الجوي فالعملية مستمرة يعني وإحنا النهاردة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقول لشباب مصر وما إحنا اللي قلنا للسيسي برضو لا زي ما الشعب قال لجمال عبد الناصر لا افضل في مكانك برضو الشعب قال للرئيس عبد الفتاح السيسي افضل في مكانك بعد الثورة بتاعة 30 يونيا دي افضل في مكانك وكمل المشوار زي ما عبد الناصر كمل المشوار انت هتكمل المشوار في عادة بناء مصر واللي هي تاخد المكانة اللي تليق بيها كدولة تاريخية وعريقة في التاريخ طبعا الراصد لاي تطورات الأحداث حاليا ما يحدث في لبنان على الجبهة اللبنانية ومن قبلها الجبهة الفلسطينية والتطورات والاشتعال الإقليمي كيف ترى دور المصري في متابعة هذا الأمر اللي أنا عايز أقوله إن مصر مهددة من جميع الاتجاهات الاستراتيجية ليبيا بين الشرق والغرب بس طلع لهم السيسي قال لهم سيرتة والجوفرة خط أحمر اللي هيقرب من ناحيتنا هنجيب أجله ففي قوات في الجبهة الغربية قوية جدا في الجنوب السودان متمزعة متمزعة علشان فيه خيارات كتيرة ده الأرض الصريحة للزراعة في السودان 200 مليون فدان ده احنا عندنا 12 مليون فدان منون حنزود 2 مليون لنبه 14 مليون ده فيها 200 مليون فدان وفيها فحم المغارة وفيها مناجم دهب عشان كده السودان متمزع طيب السودان والغرب طيب نيجي بقى للشرق غزة وإسرائيل إسرائيل خلي بالك إسرائيل لو شايفة إن مصر فيها ضعف زي ما عملوا كده مع لبنان لا خلي بالك احنا في ثورة 25 يناير هيلاري كلينتون في مذكراتها بقول للشباب اقروا مذكرات هيلاري كلينتون التي لم يقرأها العرب بتقول احنا كنا حركنا الأسطول السادسي لأمريكي في البحر الابيض المتوسط عشان يوصل برسعيد وحركنا الأسطول السابع لأمريكي في البحر الاحمر عشان يجي عند السويس فوجئنا وحنا في البحر الابيض فوجئنا بسرب غواصات مصرية ماشي في المياه الإقليمية قبل الأسطول السادسي لأمريكي في البحر الابيض ونحن نعرف مدى كفاءة هذه الغواصات اللي ضمروا المدمير عيلات وفوجئنا في البحر الأحمر بإن احنا لقينا سرب طائرات ميج 21 فوق الأسطول لا ندري من أين جاءوا ولا إلى أين ذهبوا لا ندري من أين جاءوا وحنقول كفاءة طيار طيار على وش المية أما لا ندري إلى أين ذهبوا يعني معرفناش هم راحوا فين ده كفاءة الحرب الإلكترونية يعني إحنا ولذلك لما كنا بقى جهزين معرفوش يخشوا لأن إحنا سمعنا كلام ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم إذن المعارك بتحتاج لمزيد من الوعي وقراءة للمشهد ككل ومعرفة تفاصيل ما يحدث حولنا وكذلك الاستعداد العسكري كيف تنظر لذلك؟ يعني أنا عايز أقول حاجة أما هو يغضل عند ممر فيلاديل فيا داول عندنا هناك لو القوات المسلحة مش جهزة لهم كانوا تمادوا وفي الغرب في ليبيا لو القوات المسلحة مش جهزة لهم كانوا دخلوا وفي الجنوب يعني إحنا مهددين في كل الأماكن لكن القوات المسلحة قادرة على الصمود وعلى الرضع وعلى الرضع الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه عن جيش مصر؟ بقول ستفتح عليكم بلدا يدعى فيها القراط فاتخذوا منها جندا كسيفا ليه يا سيدنا رسول الله؟ لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة وهم خير أجناد الأرض فالرسول عليه الصلاة والسلام بيتنبأ لنا بكده وربنا سبحانه وتعالى معنا يبقى إحنا ده ربنا تجلى على أرضنا أرض التجلى الإلهي وربنا كلم سيدنا موسى على أرضنا ومصر الأنبياء وحيجينا مين؟ ده إحنا حيجينا سيدنا عيسى سيدنا عيسى حيوجد في مصر ثلاث سنين وخمسة أيام وحيجينا سيدنا موسى اللي كان فيها ونتربي فيها وسيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم إنما حيجوز السيدة هاجر هاجر دي مصرية حيخلف منها سيدنا إسماعيل سيدنا إسماعيل دي بينحدر من نسله العرب بما فيهم سيدنا رسول الله يعني المصريين خوال العرب سيد الواء نتحدث عن تسليح الجيش المصري وانفتاحه على شراء المزيد من الأسلحة خلال الفترة الأخيرة من أجل استعداد العسكرية لمجريات الأمور نتحدث عن هذا الأمر المفروض أن ما فيش اقتصاد يتبني بدون قوة أحميل فإحنا بنسعى وماشينا على التوازي على فكرة لأن القوات المسلحة فيها جهاز اسمه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية دي ما تشوفه المنافذ البيع الأساسية يعني قائم على برضو فيه صناعات وبيطلع مواد بتخدم الشعب سواء في المحاصيل أو في الصناعات الغذائية أو في الأدوية يعني إحنا شغالين على الاتنين يعني قوة واقتصاد سرة الواء فؤاد فيود أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر والمسشار بأكاديمية نصر العسكرية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا وكل التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار وهم أحياء عند ربهم يرزقون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم كل التحية والتقدير للشهداء ولأسر شهداء مصر وللقيادة السياسية وللشعب المصري من بين أخبارنا مصر ترسل مساعدات للأشقاء في لبنان وتتفق مع الجانب الفرنسي بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار أعلنت مصر إرسال مساعدات للبنان لمساندتها في أزمتها الإنسانية بسبب الحرب شملت المساعدات أغذية وعلاج ومياه وأغذية وخيام بما يصل لنحو 22 طن من المساعدات في الأثناء أكدت مصر إلى حرصها على التحاور مع فرنسا ومع الأطراف كافة بشأن التوصل لوقف تأم لإطلاق النار في لبنان وحقن الدماء يأتي ذلك في الوقت الذي تم خلاله تسير رحلات لأجلاء المصريين من لبنان والمناطق المشتعلة احتفالات كبيرة بمناسبة تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة وبحضور طبعا الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة من الشيخ محمد بن زايد تصدر حفل تخرج الكليات العسكرية 2024 محركات البحث بسبب بحث عدد كبير من المواطنين عن الحفل لمتابعته أقيم الحفل للمرة الأولى داخل مقر الأكاديمية العسكرية الجديد في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة يرافقه الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات والفريق أول عبدالمجيد سقر القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحتفل الكلية الحربية بتخريج الدفعة 118 من الكلية الحربية وما يقابلها من الكليات العسكرية الأخرى إذ أعلنت وزارة الدفاع أن الحفل شهد تخريج الدفعة 75 بحرية والدفعة 91 جوية والدفعة 61 فنية عسكرية والدفعة 52 دفاع جوي والدفعة 53 من الكلية التكنولوجية تم الحفل في أجواء مبهرة وأرسل من خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة رسائل لكل ما يحدث في المنطقة وتناول خلالها الدور المصري في تعزيز استقرار الإقليم وأمنه إطلاق استراتيجية بناء الإنسان والتي تمت برعاية مباشرة من السيد الرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الاستراتيجية التي تحمل مجموعة من الأهداف تسعى لتحقيقها في مجال الارتقاء بشكل عام بمستوى معيشة وحياة الإنسان المصري حيث أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إطلاق استراتيجية بناء الإنسان التي تهدف لبناء المواطن فكريا وتعليميا وتربويا الاستراتيجية تشمل محاول رئيسية أبرزها ملفات التعليم والصحة والتفقيف ورفع الوعي بيتم تنفيذ بنودها بالتعاون بين الجهات كفة الرسمية منها وغير الرسمية تشمل الاستراتيجية أكثر من مرحلة وتسعى لتقييم الأهداف والنتائج بشكل دوري تنطلق الاستراتيجية من رؤية مصر 2030 المعنية برفع الوعي وتعزيز برامج الثقافة والتعليم ويعد المجلس القومي للمرأة واحد من الجهات الساعية التي ترجمت استراتيجية بناء الإنسان هناك العديد من الجهات التي تعنى بتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية سواء جهات رسمية أو جهات غير حكومية وجهات أهلية وغيرها المجلس القومي للمرأة من بين هذه الجهات التي تعتني بترجمة هذه الاستراتيجية لخطوات فاعلة تعزز من حياة المرأة المصرية في مختلف مجلات الحياة على صعيد العمل على صعيد القوانين على صعيد حياتها العامة والخاصة التقينا بدكتورة رقية شلبي وهو أستاذ الفلسفة بكلية البنات جامعة عن شمس وهي أيضا مقرر المجلس القومي للمرأة وتحدثنا معها حول هذا الملف فمن هي دكتورة رقية شلبي عضو المجلس القومي للمرأة أهلا بحضرتك معنا على شاشة الشرقيني أهلا بحضرتك دكتور رقية بنتحدث عن دور المرأة في بناء الإنسان وتنفيذ الاستراتيجيات الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية ولا هو مش عامل المرأة فقط هي حتى الأسرة الأسرة مهمة جدا في بناء الإنسان الجديد يعني لما أحد المستشرقين يقول إذا أردت أن تهدم حضارة أمها فأهدم الأسرة وهدم التعليم وأسقط القدوة أهدم الأسرة بإن أنا إيه؟ أخلي الأم يوية بدور الأم بحيث أنها تخجل من كونها ربة أسرة وأهدم التعليم إزاي؟ بإن أنا أخلي المعلم ملوش أي قيمة بين كلام زيته وهم ما يسمعوش كلامه إن أنا أسقط القدوة إزاي؟ إن أنا أخلي العالم ما يبقلوش مكانة وأكذبه فأنا لو أسقط دور الأم الوعية والمعلم المخلص وأسقط القدوة النشأة هي تربى إزاي؟ على القيم فالأم هي اللبنة الأساسية لبناء الأسرة وإحنا كلنا عارفين إن المرأة هي نص المجتمع وهي اللي بتربي النص التاني فالأم والمرأة مهمة جداً جداً لبناء الأسرة فده الأساس بس أنا دلوقتي عندي مشروع جديد اللي هو المشروع القومي لتنمية الأسرة وده الحقيقة خطوة رائعة جداً لبناء الإنسان بعد مظهور بعض السلبيات اللي من الممكن أنها تأثر وأثرت بالفعل على المجتمع ما الذي تقومون به داخل المجلس القومي للمرأة من أجل تعزيز استراتيجية ودور المرأة المصرية لمواكبة مسجدات الاستراتيجيات التي تطلقها الدولة؟ فيه أنشطة كتير جداً وفيه حملات كتير جداً لدعم المرأة وتمكنها اقتصادياً وسياسياً وارتماعياً تمكنها يعني أننا أمكنها من أدواتها أخليها قادرة على مواكبة المستجدات والتنمية المستدامة اللي بتحصل في البلد حتى وصلنا المرأة أننا نعمل محو أمية محو أمية في أماكن معينة علشان السيدات الغير قدر السيدات اللي مش عارفين يقروا يكتبوا ويقدروا يستخرجوا بطاقة الرقم القومي بتاعهم ويقدروا يعملوا وبنعملوا يشتغلوا بنعمل برضو بطاقة رقم القسم القومي للمعيلات ده غير بقى التوهية حمل لطرق الأبواب وبرامج تحويش حاجات كتيرة جداً للمجلس القومي المتبني المرأة من جميع النواحي سياسياً واقتصادياً وثقافياً إذن نتحدث بشكل أكتر عما تقومون به هل بيشمل لقاءات مباشرة هل بيشمل طاقة أبواب يعني الخطط التي يتم تنفذها داخل المجلس القومي للمرأة للمهود وتعزيز مكانة دور المرأة بشكل أساسي نزيل بنحتك بالمجتمع على جميع الفئات من جميع المستويات جميع الفئات العمرية الأمر يتطرق أيضاً لمجال التشريعات يعني مجال القوانين التعلق بالمرأة أيضاً من ناحية القوانين يعني إحنا بنشوف المشاكل اللي موجودة اللي موجودة إيه وأكتر المشاكل وجوداً وعندنا مكتب للشكاوي إيه رقم قط ساخن 15 115 لو فيه أي مشكلة بتقابل المرأة بتتوجه لهم بتتحدث معهم وفيه محاميين بيعملوا بدون مقابل بقى حسب ظهور المشاكل بيتصدر المجلس القومي للمرأة لأي مشكلة يعني ربما هذا أخذنا لنقطة همة وهي أبرز التحديات أو المشكلات اللي بتقابلكم داخل المجلس القومي للمرأة من أجل مواصلة عملكم المجلس القومي للمرأة ريف يلوه في جميع المحافظات يعني 27 مقار المجلس القومي للمرأة في 27 محافظة كل فيه مكانه بيقوم بعمع الأكمل وخلال خطة موضوعة كل بيمشي على الخطة الموضوعة بالزبط والتنوية الموضوعة إذن دكتور يعني في ظل هذا العمل الكثيف الذي يشمل كثير من اللجان والذي يشمل الكثير من اللقاءات على مختلف الإدارات المركزية هل هناك يعني عمل مركزي أكثر من أجل يعني النظر في الخطة العامة لدور المرأة كلنا حضرتك موجودين في جروبات خاصة في إدارة بتحكمنا في قوانين وفي أطر بتحكمنا في حاجة زي كده في خطة سنوية وفي خطة ربع سنوية وكذا ففي خطة إحنا ماشيين عنه لأن إحنا بنعمل تقارير اليومي على النشاطة اللي إحنا بنعمله دكتور رقية حضرتك أستاذ جماعي داخل كلية البنات جماعة عين شمس متحدث عن إعداد جيل بالكامل بيتعامل مع قضايا المرأة كيف يتم مراعاة ذلك حتى في المناهج الدراسية اللي بيتم التعامل بيها مع الطالبات اللي هما يكونوا بعد كده قيادات في المراكز المختلفة داخل المجتمع والله يبقى بالنسبة للجامعة الجامعة بيبقى فيها إيه إحنا بنقول جامعة جامعة يعني إيه بتاخد ثقافات مختلفة من جميع المحافظات فبيب يحصل فيه أحيانا اختلافات في الرأي في وجهات النظر بين الطالبات أو كده فاحنا بنحاول قدر المستطاع نعلمهم ثقافة الاختلاف في الرأي إزاي يتعاملوا معاها إزاي الأمور بسيطة بنحاول نقرب من وجهات النظر من خلال التوايا المستمرة ندوات الدورات التدريبية بالتأكيد يعني بتقابلكم أيضا يعني بعض العقليات حتى الصدمة الرافضة للتغيير أو الرافضة لعمل المرأة حتى الآن يعني على رغم من هنا يعني في هذا العصر يعني بيبقى فيه في كل كلية بيبقى فيه مكتب خدمة نفسية وخدمة اجتماعية وبيتواصلوا مع لو فيه حد مثلا نزود قوي في الحوار أو تطاول أو بيبقى فيه طبعا جلسات نفسية ونشوف إيه السبب للحراف أو للصورة السلبية اللي ظهرت منه بحيث أن احنا نقدر نعرف هل هو فيه تأثير من الأسرة عليه هل المجتمع هو المؤثر عليه ولو كان فيه مشكلة عنده بنحاول نحلها له بنخليه لو حتى بعض عضوات هيئة التدريسة أو عضاية التدريسة تواصله معه باستمرار نشوف مشكله إيه بحيث أن لو فيه مشكلة ممكن حلها بتتحل مشكلة مش ممكن حلها بنحاول نتواصل مع الأسرة نتحاول نشوف مواما ما تبقاش فيه مشكلة بس فيه مشكل طبعا بيبقى فيه صعوبة في حلها بنحاول قدر المستطاع نقلل من الحدة اللي بتبقى بين الطلبات إذن نعود لنقطة هامة يعني الآن في هذا التوقيت التحديد إيه عبرز المشكلات اللي بتواجه المرأة كي تكون ناجحة في عملها أو ناجحة حتى في حياتها بشكل عام ممكن يعني عدم تفهم الزوب إن هي التعمل مثلا مش عايسة تشتغل بتبقى فيه أولاد مش عارفة تنزل تشتغل يعني هو تبقى أغلب من الحاجات بتبقى كده هل هناك معوقات سياسية أقصادية بتعرقل ممارسة المرأة لدورها؟ ما فيش مشكل سياسية ولا حاجة بتعرقل المرأة قد مثلا هي رغبتها كمان ما فيه سيدات ما تحبش تشتغل يعني لكن اللي بتحب تشتغل وتجد مسألا صعوبة فإنها تشتغل نظرا لذوقها مش عايسة تشتغل فيه صعوبة فإنها أو عندها أولادها تنزل تشتغل إزاي فبس يعني الأستاذة الدكتورة رقية شالبي عضو المجلس القوم المرأة شكرا جزيلا من بين أخبارنا مصر تتولى رئاسة مجلس الأمن والسلم الأفريقي خلال شهر أكتوبر ذكر السفير الدكتور محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أن مصر تم اختيارها لتتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر أشار المندوب الدائم إلى أن الرئاسة المصرية تعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقية حيث تأتي الرئاسة المصرية للمجلس بسياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية وهو ما تطلب تضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر مقاربة شاملة بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف أجندة لتحدي الأفريقي للتنمية 2063 نتحول الآن إلى محافظة الأسكندرية حيث نتعرف على الأنشطة التي قام بها الطلاب العراقيون من جامعة الأسكندرية والمتواجدون هنا في مصر من أجل إحياء الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني العراقي كيف يقوم هؤلاء الطلاب بتعريف الأنشطة التراثية والفنية للعراق وأبرز الاحتفالات التي صاحبت هذا اليوم نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء موسيقى في هذا اليوم تميزنا بوجود العديد من الفعاليات بدايناها بأولها كان الركن العراقي تميز الركن العراقي بوجود العديد من الحلويات العراقية مثل البطلاغة العراقية ومن السماء والدمور العراقية الشهيرة طبعاً كان هناك تواجد كبير من ابناء الجالي العراقية والعوالي العراقية الكريمة والطلاب المنتسبين إلى جامعات الإسكندرية طبعاً كانت أكل عديد من الفقرات مثل كانوا معانش عرابة ودباة ومفكرين ألقوا شعر عن العراق كان فيب أناملهم طبعاً قدمنا فيديوهات تميز تاريخ العراق والحضارات العراقية قدمنا ألعاب وأفكار خلال العروض التي قدمناها طبعاً كانت أكو فرحة كل الشبيرة مرسومة على وجوه الناس الحاضرة من العراقيين والعوائل الكريمة وصلت إلى أنه مدمرهم نزلت طبعاً نتمنى أنه تبقى البسمة مرسومة على وجوه العراقيين ونتمنى أنه صفحة الحزن تنطويح ونتمنى يعني مستقبل أفضل البلادنا دعونا نأخذكم في جولة لواحدة من أهم مدن العالم وهي مدينة شرم الشيخ التي تتميز بعدد كبير من مناطق الغطس التي بها الشعاب المرجانية والتي أيضاً تتميز بمجموعة كبيرة من الجبال والمناطق الأثرية الدينية مثل دير سانت كاترين وجبل الطور الذي ذكر في القرآن الكريم أنه الوادي المقدس طوى وعدد كبير من المعالم السيحية التي تتميز بها هذه المدينة خاصة وأن مدينة شرم الشيخ أصبحت واحدة من المدن السياحية التي تعمل تماماً بالطاقة النظيفة سواء في مجالات عمل الفنادق بها أو حتى في وسائل النقل العام جنة المصري مرسلة بريد القاهرة تستحبنا من خلال هذا التقرير في جولة مميزة داخل مدينة شرم الشيخ على بعد نحو 500 كم من القاهرة العاصمة تقع مدينة شرم الشيخ اللي بتعتبر واحدة من أهم وجهات السياحة العالمية في محافظة جنوب سينة حيث الجبال بألوانها المختلفة الخلابة هنا نجد أهم وأجمل مناطق الغطس في العالم وهنا توجد أفضل أماكن للسفاري كان شرم الشيخ والغردقة كانوا بيعتمدوا مثلاً على روسيا وبعض الدول شر أسيا لكن أعتقدوا شر أوروبا لكن دلوقتي هيبقى فيه يعني جزء لعديد من الدول لأن دلوقتي تنشيط السياحة بيعتمد على فكر جديد كنا مفتقدينه في الفترة الفترة شرم الشيخ بها كل صبل الحياة والطرفية ما جعلها وجه المستثمرين من كل أنحاء العالم لإقامة أهم الفنادق والمنتجعات السياحية على أرضها وده تمتع بأفضل شواطئ في ساحل البحر الأحمر ونظراً لمميزتها فهي أيضاً قبلة المؤتمرات العالمية زي مؤتمر السلام ومؤتمرات عدم الانحياز شرم الشيخ الساهرة حفلاتها في الميادين والشوارع وأنوارها تتلقل تمتزج الحضارة الفرعونية مع التراث البدوي مع التكنولوجيا النظيفة متفع شركات عالمية للحصول على عروض أكثر لضخ استثمارات سياحية في مدينة شرم الشيخ السياحة فيها السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية وتعد برضو حضرتك المهاربانات والمؤتمرات وفي مناطق برضو خليج نعمة تتميز منها وفي حضرتك السياحة الدينية تتنوع السياحة الوافدة هنا بين سياحة شرق أوروبا وروسيا وألمانيا والسياحة العربية بالإضافة للبرامج الموجهة لتعزيز السياحة المحلية تحظى المدينة السحلية بمحمياتها الطبيعية من جزيرة رأس محمد ودير سانت كاترين وعيون موسى وجبل التور مناطق انفرضت بها شرم الشيخ على مساحة 480 كيلو متر حفلات التخرج أصبحت ترتبط بمجموعة من التقوص الاحتفالية التي يرى البعض أنها قد تكون مغالى فيها حتى أن ثمن حضور أو مقابل حضور حفلة التخرج بيكون مبلغ كبير ومبلغ بواهد طلاب كلية الطب بجامعة المنوفية في مصر قرروا أنهم لن يقوموا بعمل حفل التخرج ولكن يقوموا بعمل إنساني فما هو؟ حيث سطر طلاب السنة النهائية بطب المنوفية الدفع 39 أسماءهم في دفاتر الخير بعد سعيهم وجهدهم لجمع مبلغ يقارب 650 ألف جنيه للتبرع بحضانة كاملة بمبلغ 250 ألف جنيه لمستشفى جامعة المنوفية وكذلك جهاز إيكو ثمنه نحو 400 ألف جنيه تم تسليمه بالفعل إلى المستشفى التعليمي بشبين كون رفعت عيني للسنة هذا الفيلم التسجيلي اللي حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان كان وستطاع أن يرفع اسم مصر في مهرجان كان السينمائي الدولي يبدو أن النجاح يرافق صانعي هذا العمل الهام والمميز واللي تم إنتاجه خلال أربع سنوات وتم إنتاجه بطريقة خاصة جدا حيث كان بتم تصويره داخل شوارع محافظات صعيد مصر النجاح يرافق صانعي هذا الفيلم هذه المرة في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية كاميرا بريد القاهرة أجرت هذا اللقاء الحصري مع واحدة من نجمات هذا العمل وهي النجمة الصعيدة هايدي سامح فكان لنا معها هذا الحوار حلمت أن أنا في مكان مضيق خالص مكانش في باب أخذك وعملها مسرح يعني دي مفرد حاجة تبسطك نشك يا حالي هتبسطني بس حاجة تبسط حاجة أعلان يلا يا عم ويلا يا خال تعال شاف عروض بانورامة تمام التمام أنا جسمي مش خاطر يا رجل نعم عشان حم نحب المسرح ومنعرف نعبذ فيه عند رأينا وعن الحاجة اللي احنا عايزين برحب النجمة هايدي سامح يعني بطلت أو إحدى بطلات فيلم رفعت عيني للسماء واللي أخذ جائزة في مهرجان كان أهلا بكي معنا على شاشة الشرقين نيوز أنا كمان سعيدة اللي أنا معاكم هايدي في البداية عرفي الأستاذ المشاهدين بك أنت مين واشتركتي في الفيلم إزاي؟ هايدي سامح من كرة البارشة في مالوي ومن فريق بانورامة بارشة احنا فريق بنات بنتكلم على أحلامنا وعن تموحاتنا وإزاي نحققها وإزاي نتحدى الصعوبات اللي احنا بنقابلها إزاي دخلت الفيلم يعني أنا أنا أصلا في بانورامة بارشة كان عندي 16 سنة كنت في تانية عدية دي فالفيلم بقى جي واحدة واحدة اللي هو المخرجة تعرفت على يوستينا مؤسسة الفريق هاي الجماعيتنا وهي المؤسسة بتاعتنا يعني وبعدين قالوا إنهم يعملوا فيلم كنا عرفين إحنا نصور إيه يعني إحنا نبسطنا قوي إن إحنا خلالنا نعمل حاجة مختلفة لإن إحنا مسرح شارع بنمثل في الشارع فإن إحنا نمثل قدام كاميرا في السينما سينما غير المسرح فإحنا نبسطنا قوي إن إحنا هنعمل ده بس بعدين عرفنا إن إحنا هيوثكون حياتنا وإزاي برضو في المسرح فإحنا نبسطنا أكتر إن هي التصوير هيبقى حقيقي هو مش تمثيل هو حياتنا الحقيقية بشخصيتنا الحقيقية بملابسنا بمقياجنا الحقيقي يعني أصلا ما بنحطش حاجة اللي هو إيه بكل بطبيعيتنا يعني فإحنا حبينا ده إن هي حاجة حقيقية طيب أكيد طبعا قبلتكو صعوبات يعني يعني كلمين عن التجربة تتكلمين في أربع سنين أكيد قبلتكو صعوبات كتير أوه كانت صعبة لأنها كانت إحنا كناش نعرف هي هتبقى طويلة قد قيم كناش نعرف إن الفيلم سيتصور في أربع سنين بس هي كانت لذيذة حتى لو هي طويلة بس كانت لذيذة وقبلتنا صعوبات من ننا إحنا جوانا هل هنكمل ولا لأ طيب دي النهاية ولا لأ بنصور على طول على طول فالتحدي الأكبر كان الاستمرارية من ننا إحنا لأن أنا أهلي كانوا موافقين أننا نصور وأننا أصلا نروح وماثل وماثل في الشارع في ناس أهلها فينا مش موافقة فكانت دي حاجة أكيد صعبة بالنسبة لهم يعني أنا ما قدرش أتكلم بلسانهم بس كلنا فريق واحد مش كلنا أهلهم موافقين ففي ناس برضو تحدياتها كتأصعب من التحدي لي أنا كنت متوقعين أن أنتو يعني هتروحوا وكان والفيلم تاكو هيروح كان وأن أنتو هتكسوه بس إحنا ما فكرناش في كده بس إحنا كنا مستمتعين إن إحنا بنعمل حاجة إحنا حبينها فأنا كنت بفكر بقول يعني زيما حبتها أكيد الناس هتحبها وكمان ما كناش عارفين إن إحنا هنروح كان بس مش كان يعني مش عارفين بس أبو كان بيتمنى ده يعني أبو كان كان حاسس بيقول أنتو هتدخله كان فأقول له لأ مش لدرجة إن إحنا مروح كان كان مؤمن بيكي لا أنتو هتروحوا كانوا وهتاخدوا جايزة وهتبقى أول أنتو في أول فيلم تاخدوا جايزة وهو كان نفس يشوف الفيلم الله يرحمه مالحقش يشوفه لا أسف الله يرحمه بس هو كان وثق فينا كلنا يعني حتى صحابي كان بيقول برضو صحابك هم كويسين بيجيبهم بالإسم هو عرفهم إحنا كلنا في البلد صغيرة فكلنا عارفين بعد كلنا بروا عند بعض أهلي عارفين أهلهم والكلام ده فأبويا كان واصف فينا كلنا حتى في أستاذ آيمن وأستاذ نادا وكان بيحبهم قوي فكان واصف في شغلين قوي هو معنا في الفيلم فكان بيقول لي لا دعين جح علشان أنا في لواء إيه فكان بيحبي يمثل برضو طيب وصفي لي بقى إحساسك كنت فيه لما كلموكي وقالوا لك إحنا رايحين كان وأن الفيلم مترشح للمشاركة في المهرجان اليوم ده إحنا أنا كنت في الشغل بشتغل يعني كنت في الشغل فاليوم ده كنت مدهي أصلا من غير سبب فبعدين بفتح الواتساب بلاقي بقى فرسال النقيل خلاص فيلمنا تم اختياره في مهرجان كان واحتمال احتمال إحنا نروح سهير لسا ما عرفنا شغل نروح ولا لأ مسحنا مبساطة نقوي إن الفيلم هي بقى هناك وكنت عادة أحضن في صحابي هناك البنات وعدين أقول لهم محضنوني ومبسوطة وبيقولوا لي ليه ليه ومش فهمين أنا بقى كده ليه بقى حكيت لهم بقى أنا كنت مصورة فيلم وهي بقى أفكان واحتمال أنا كمان أروح فكانت يعني إحنا كانوا ثلاث مفاجآت إن إحنا رؤوا إن فيلمنا كان راح يروح كان وبعدين بسطنا أكتر إن إحنا هنروح نحضره هناك وبعدين بسطنا أكتر أكتر إنه أخذ جايزة هايدي بعد ما سافرته كان هل توقعتي برضو إن الفيلم ممكن يحصل على جايزة؟ إحنا مش متوقعين ده بس إحنا نفسنا يعني إحنا بنقول إن إحنا تعبنا فرقين عمل كله تعب المخرجين والمنتجين وكله يعني دول أربع سنين تصوير وسنتين يعني إنتاج فست سنين إحنا أكيد تعبنا ده بشيرو على الفاوضي إحنا كنا بنتمنى إن إحنا ناخد جايزة لس مش عشان أخذنا جايزة لأ عشان أكيد ربنا ينكفئنا بجايزة طبعا نجاحكم موقفش عند النقطة دي أنتو كمان هتشاركوا في مهرجان في شيكاغو يعني أكلميني بقى عن إن بيتم اختيار الفيلم بتاعكم المشاركة في مهرجان دولي تاني إيحنا نروح شيكاغو لسه مش عارفين بس هور مهرجان الفيلم هيتعرض هناك يعني خلاص تم اختيار من هو يتعرض في شيكاغو هايدي تفتكري إن التوليفة إن فيلم من عمق صعيد مصري يوصل للعالمية إيه السر وراء نجاح هذا العمل وإنه ياخد مهرجان كبير زي مهرجان أو ياخد جايزة كبيرة في مهرجان كبير زي كان؟ أنا مش عارفة بالضبط بس هو ممكن يكون علشان هو حقيقي لأن لأن قصتنا أو قصتي قصة أصحابي اللي معايا ما هو حقيقي لأننا نحن نحن نسيكاغو لأننا لأننا نحن نسيكاغو لأننا لقد قادرتها وأننا تقابلت بسنين جديدة قصتي هي الدولة أنت بالحقن من أحب القابلة وممكن تكون أمضل قديم شئين سنة الناس هي لو شفت الفيلم سترجع لذكرياتها في الوقت السن في الفيلم. كنا في سن مراهقة. حاجات كتير تتغير معنا مع الوقت. كل يوم تفكير مختلف. هم سيشوفوا هاي دي. الست دي او البنت دي او الطفلة دي هتبقى تشوف نفسها. والطفلة بالعكس هتعرف هي ممكن يقبلها ايه بكرة في سني او في سن أصحابي برضو. وتقدر تعمله وتقدر تتحدى. فهو ممكن يكون النجاح من ده. انه مش بسمي بسمي بيمثل هاي دي. واصحابها في الفيلم. لا ده بيمثل كل واحد بيشوف الفيلم. تعتقد ان العمل ده خلى تفكيرك يتغير ايمانك بنفسك وبموهبتك ثقتك في النجاح تزيد؟ او. واختصم في السعيد يعني بنات السعيد واهل السعيد هم عندهم احلام كتير قوي قوي قوي. وعندنا في المينيا ومش في المينيا بس لا. وفي السعيد وفي خط السعيد كله هم في موهب كتير جدا. وده برضو يوريهم ان هم لأ حتى لو انتو الظروف بتاعتك صعبة. حتى لو صعبة في المادية احنا وصلنا من غير حاجة. احنا وصلنا كده بموهبنا بس هي موهبة جوانا. فانتو نموها احنا برضو بنحاول ننميها. بنحاول نتعلم اكتر ناخد خبرات اكتر. لان هي موهبة مخلوقة جوانا. فاحنا نازم برضو ننميها. هايدي سامح احدى نجمات فريق بارشا من ملاوي المينيا. واحدى بطلات فيلم رفعت عيني للسماء. سعيدة جدا بوجودك معنا على شاشة الشرقين يونز. شكرا لكي. ربنا خليكي شكرا. من بين الأخبار التي انتشرت بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام القليلة الماضية. خبر ارتبط بلاعب كرة القدم الشهير مؤمن زكريا. حيث كان هناك فيديو لعمل أو لسحر ملقى في أحد المقابر. ما أثار ردود فعل واسعة. إلا أن السلطات المصرية تتبعت هذا الأمر. أوضحت السلطات المصرية حقيقة الفيديو الذي انتشر حول عمل أو سحر ملقى في المقابر. والذي زعم أن العمل هو سبب مرض لاعب كرة القدم الشهير مؤمن زكريا. بدأت القصة بنشر فيديو الورقة مدفونة في المقابر مكتوب عليها اسم اللاعب. والمصاب مرض قيل عنه أنه مرض نادر أبعده عن الملاعب. زادت التكاهنات أن الورقة تحمل سحرا تسبب في مرض اللاعب. لكن السلطات المصرية كشفت حقيقة الواقعة التي قام بها شخص يعمل في المقابر ونجله. ممن روجوا للفيديو بهدف الإثارة وجني الأموال. وصلنا لآخر أخبارنا وهو خبر الحقيقة غريب جدا لأنه بتناول محاولة أحد السياح البريطانيين الذي كان يريد أن يقوم بدفن رفات والدته ولكن في معبد أبي سيمبل في أسوان. أحبط أفراد أمن بوابات معبد أبو سيمبل الأثاري جنوب أسوان محاولة أحد السياحين الأجانب دفن رفات والدته داخل أرضية المعبد مع دوفاتها في بلادهم وجلب الرفات معه أثناء زيارته لمصر. بدأت الوقع أثناء دخول السياحين لزيارة معبد أبو سيمبل. وبمرور أحد السياحين بريطانية جنسية يحمل معه صندوق صغير على أجهزة الأكس ري شك أفراد أمن المعبد في محتوى الصندوق. وبتفتيش صندوق السائح تبين أن بداخله برطمان يحمل رفات والدته التي توفت في إنجلترا قبل عام. وكانت أوسط ابنها بدفن رفاتها في مصر. فصافر الابن إلى مصر ليدفن والدته بمعبد أبو سيمبل. تم مصادرة الرفات لحين إنهاء السائح جولته في مصر ثم إعطائه إياه قبل سفره. وسأنا معكم لختام حلقة اليوم. نشكر لكم المتابعة إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر